اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا 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 في القناة داخل البيت العربي وبالتالي فإننا فدئنا ندعم ونمثن كل منا معنا بهذه المحاور ولسيما في طال التعاون الذي يرغبتنا مع مؤسسة عظيمة وقوية من كطر فكطر معدد هي المؤسسات الثقافية الرائدة في كطر ويجب أن يتعاون من المشاعة جميل جدا ويجب أن يتعاون على دفاع في البحر ولذلك فإننا فإننا فتبسين على تحقق التعاون في كل من الدوحة ومن الكاتر أروا أن أتعاون في طالب por primera vez hace 10 años y hace 10 años la colonia española de Qatar estaba compuesta por los miembros de la embajada y por dos jugadores de fútbol, una homera sacando hierro y otro per guardiola y su respectiva familia. En aquel entonces había fundamentalmente dos hoteles, el Sheraton, el Hilton y una serie de edificios y 10 años después tenemos realmente una ciudad bastante potente donde hay más de 2.500 españoles trabajando, donde hay un colegio español, un colegio de origen español, el SEC, instalado allí y con una potencia importante para la ciudad, un dinamismo, una ciudad realmente vibrante dentro de un estado también potente con mayor influencia y con mayor relaciones con España. Es de alguna manera esa transformación a la que asistimos precisamente con las obras que inauguramos hoy. de la ciudad de Qatr. Bueno, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. أنا شخصياً أذكر أنني قمت بأول زيارتي في بلد قطر قبل عشر سنوات وكان قطر حينها لا يوجد به من الإسبان إلا لأطلال التقل الديبلوماسي بالإضافة إلى اللاعبين المشهورين فرنانو ييرو وبالتالي نرى كيف أن الواطنين القلب القليل الذين كانوا يسكنون جميعاً تضاعفوا إلى مئات بل إلى الآلاف بل أن حتى المشاعر كانت قليلة ومادية حيث كانت الفرنة قبل البخمة قليلة أيضاً ومسرية مثل الشراطن والأطن في حين أن الآن لدينا أكثر من ألف وخمسمائة مواطن إسبانية يعيشون المتاحين جداً في قطر ونأمهم بعمون المدارس الإسبانية في هذه المدينة دات الدينامية ودات النشط الهائل التي انبلت على الشيء ما تدول على القوة والنفوذ التي اكتسلتهم قطر على مدى هذه السنوات العشر وهذا المعرض ليس إلا دليد أخر على هذا الحركة الثقافية للمتاعك وخطأ لدينا أكثر لك تتجمع بيكوش من ألناس كامل ولا تفقوها في فتعة تبعها تكرحتك يا أريد أن أقول أرغباً في عربية أولاً أولاً سأتحدث عن عربية وأيكوش سأتحدث عنها بهذا السلام عليكم وأنا سأتحدث عنكم وأنا سألطق الأول أصحاب السعادة حضير القرام السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نولا من دواعي سروري برصالة عن نفسي ونيابة عن دولة قطر تشريفكم وتلبية الدعوة للحضور وأشكركم جميعا على الاهتمام بيتولونه لمعرفة المزيد عن دولة قطر التي يشرفني تنفيذها أتوجه بالشكر لمؤسسة البيت العربي وممثلة في سيد أدوان بمراسبة احتضام هذه المؤسسة جسر للتقارب بين العالم العربي وإسبانيا وإلى أصحاب السعادة الصغراء اللي كانت مخطوطة حضرهم يأتوا لكن للوصول ستكون سجديد فربما تتخرون في الحضور الذي حضر لمشاركتنا في هذه المناسبة فإنني أود أن أقتنم هذه الفرصة ليرحب بمشاركة وفد مؤسسة الحي الثقاء في كتارا السيدة مريم ماجد أل سعد مدير الدرشون الدولية والسيد سعيد كوستو والمورط المرافق لها وبحضور أحد فنانين البارزين السيد فرج الدهام في افتطاح معرض المدينة تعرض أهم أعماله التصورية في الدوحة السيدة مرحبا 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 por toda la atención, todo el interés que he estado en ustedes demostrando por conocer el estado de Catán, que aquí tengo el honor para representarnos. Primero, ante todo, me gustaría verificar mis agradecimientos encaricidos a la institución de la Casa Aragón, representada por su director general, el señor Eduardo Busquets, por el hecho de albergar esta casa, esta casa puente, el puente de convergencia entre el mundo árabe y España, y además también quiero agradecer a sus excelencias, los embajadores, que yo sé que no están aquí, que se suponía que tienen que estar, pero no están, yo supongo que es porque hay un nuevo embajador tinecino, y a lo mejor por eso no están. Entonces, agradecerles a todos realmente la participación en esta inauguración. Además, aprovecho esta oportunidad para dar la bienvenida a la delegación de la institución Hai Okafi Catara, que es el barrio cultural catara, representado por la señora María Marge Ansat, que es la directora de los Asuntos Internacionales, además del señor comisario Saeed Costa, y la delegación que les acompaña. También quiero dar las gracias, y tal vez, finalmente, a uno de los más prestigiosos artistas de nuestro país, que es el señor Farage Raham, en esta inauguración de la exposición titulada que él, que binnen시era el Prábil, ya sea tener un lugar más importante sobre ese tipo de empresa, كما ذكرت سالفاً أن السيد فرج جهام يعتبر من أحد الفنانين البارزين يدينا في فتاح بيئة المعرض وهو لا يريدها ولكن أنا أحبك أن أعرفكم عنه السيد فرج جهام المواليد عام 1956 حصل على بيوكالوريوس الفنون من المعهد العالمي في فنون المسرحية في كويت عام 1984 حصل على ترنة الماجستير في فنون الجميلة من جامعة فاق ستيت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1988 نجح بشكل لافت في اجتذاب مخيلة الجمهور القطري والجماهير الدولية وحصل نتيجة ذلك العديد من الجوائز المرموقة ويتم عرض أعماله بين مجموعة عامة وخاصة متعددة حول العالم شارك في العديد من المعارض المحلية والإقليمية والدولية طبعاً في قطر، الإمارات، الكويت، الطاهرة، إيران، سويسرلان، فارس، لندن، كوريا تتعلق أعماله بحركة الجسد العروبي والتحولات العروية بالطبيعة وتأثيرها على الجسد البشري فهو يمشق بطرف خير متصل بالإنسان ومعاناته في أكثر من شكل فني مثل الرسط والتلوين والنحط والخسط ثم يريد أن أتعبه على الجسد الع rendة تموية شهر لديد ما هذا خلط أعماله بين فارس دعان، كتاب أعمال من المعارض المحلية en 1956, se ha formado y ha obtenido lo que sería como una licencia ética en las Artes del Alto Instituto de las Artes Teatrales de CUBEZ en 1984, además de conseguir un magisterio en las bellas artes de la Universidad Ball State University de Estados Unidos en 1988. Además, el señor artista Daján, pues realmente ha tenido éxito, un éxito muy importante para captar la imaginación y el aprecio de un público que le aprecia mucho tanto a nivel de Qatar como a nivel internacional. El fruto de ello es haber conseguido muchos premios muy prestigiosos, además de haber participado con sus obras en varias colecciones tanto públicas como privadas en muchos sitios del mundo. Además, nuestro artista ha participado en muchas exposiciones tanto en red local como regional como internacional, tanto en Qatar como en los Emiratos, CUBEZ, el Cairo, Irán, el Suiza, París, Londres y Corea. Sus trabajos inciden sobre el cuerpo orgánico, sobre las mutaciones orgánicas en la naturaleza y su impacto sobre el cuerpo humano. Por lo tanto, está siempre haciendo presente un hilo que une a ese ser humano, a sus grandes dimensiones, sus sufrimientos en muchos aspectos artísticos, tanto como el dibujo, como la pintura, como la escultura o la esperanza. Gracias por ver el video. El video. الثقافية على مدار العام وسوف اختصر لكم نبدأ عن كتارة وسمحتوا لي كتارة هو حي ثقافي يقع بالدوحة وهو يعد من أكبر المشاريع ذات الأبعاد الثقافية المتعددة في قطر يهدف يتعمل التراث الثقافي وتعزيز الحركة الثقافية في قطر ونشر التوعية ويعادة سياقة المشهد الثقافي العرب وذلك من خلال إعادة تكوين أفراد عرب وقطريين ودعم مواهبهم وطاقاتهم الإبداعية وإطلاق حواء حقيقي يساهم في تعزيز التعايش الثقافي على مستوى العالم أنه متوقع لجمع المثقفين والفنانين ومركز لتعزيز الوعي الثقافي عبر المهرجانات والمعارف والندوات والهغلات المسرطية وكل أشكال التعبير الفني التي يقوم بتنظيمها حيث يتردد عليها الجمهور للتعرف على ثقافات العالم عبر مسارده الرائعة وقاعات الاحتفالات الموسيقية وقاعات العرض ومرافقه المتطورة الأخرى وبذلك تهدف كتارة إلى الريادة في مجال من الشقافات الثقافية المتعددة جاء تأسيس هذا الهيئ الثقافي في سياق الأهداف التي تم التخطيق لها تخطيق لها لما يوافق الرؤية الوطنية لقطر عشرين وعشرين 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 والمعارض والفعاليات على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي ويعتبر اسم كتارة هو أول وأكثر ما اسمه استخدم للإشارة إلى شبه الجزيرة القطرية في خرائط جغرافية والتاريخ منذ عام 150 ميلاد وقد ظهر في الخرائط الجغرافية والتاريخية في عوال القرن الثامن عشر الميلادي أما فيما يخص المعرض فهو معرض للصور الفوتوغرافية بين قصير المدينة لسيتي وينظمه البيت العربي مع التعاون مع المؤسسة الثقافية كتارة يتم أربع عبد 22 صورة تمثل مدينة الدوحة مصقة رأس الفنان الأخ فرج يأتي هذا المعرض في سياق العمل المبذور من البيت العربي في توقيت التعاون مع المؤسسات الثقافية في العالم العربي ويعتبر هذا المعرض الحالي استمرار العمل المشترك مع هذه المؤسسة والذي كانت بدايته في شهر يونيو الماضي في الدوحة بمعرض الصور الفوتوغرافية عن قرطبة يقام المعرض في الفترة من 26 نوفمبر حتى 26 يونيوناير في قاعدة المعارض للبيت العربي وذلك أيام العمل من يوم الأثنين إلى يوم الأحد الأخوة الكرام لا أودوا الاقتطال على حضراتكم أكثر من هذا وأخذتكم الكلمات المتمنية لنجاح لهذا المعرض وداوم التوفيق للجميع أشتركوا في القناة أشتركوا في القناة لنشهر إلى الجميع لنشهر إلى جدد كل القناة اشتركوا في القناة و أيضا نُصلنا إلى المتبع وعالي من المؤسسة كهوinated من تفضل من تفضل entre los distintos pueblos, tanto a nivel cultural como a nivel artístico, con lo cual se brinda una oportunidad singular en todos los ámbitos para enanas al servicio del desarrollo humano y dentro de lo que es el respeto recíproco. El Estado de Qatar tiene mucha atención y mucho interés por todo lo que atañe a la cultura en todos los ámbitos particularmente y todo lo que sobre todo tenga que ver con el legado de las civilizaciones y de los pueblos. En este contexto, Qatar realmente ha sido pionera, ha tenido muchas iniciativas desde su constitución en marzo de 2010, pues no ha hecho más que organizar muy buenas actividades, muy buenas actividades culturales a lo largo de todos los años. Si me permiten ustedes, les voy a brindar aquí un pequeño resumen de Qatar. Qatar es un barrio cultural que se ubica en Doha. es un barrio cultural que realmente se representa en uno de los más importantes proyectos culturales con unas dimensiones multidisciplinares en Qatar. pues es un proyecto que tiene como objetivo la consolidación y la promoción del legado cultural, además del fortalecimiento del movimiento cultural en general, además de la propagación, la sensibilización y la reelaboración del panorama cultural árabe. y esto mientras, perdón, a través de la re-formación de los talentos, tanto a nivel de los árabes como a nivel de los ciudadanos qataríes, además de apoyar sus dones, sus talentos, sus energías creativas. conjuntamente en paralelo con iniciativas para promover un verdadero diálogo que contribuye para la consolidación de la convivencia cultural a nivel mundial. Realmente se trata de un crisol para todos los intelectuales y artistas. es un centro para consolidar y ahondar la conciencia cultural a través de los festivales, las exposiciones, los seminarios, los conciertos de música y todas aquellas formas de expresión artística que las acoge. pues esta iniciativa cultural ha tenido realmente muy buena acogida por parte del gran público porque el gran público siempre ha sido y es muy curioso para conocer las distintas culturas del mundo a través de estas actividades, a través de las salas de conciertos musicales, a través de las salas que abren las distintas exposiciones y en eso, qatará realmente se puede considerar como una pionera. La construcción de este barrio cultural, de esta iniciativa, este gran proyecto cultural realmente se inserta dentro del contexto de los objetivos diseñados con consonancia con lo que es la visión nacional de Qatar para el año 2030. Pues Qatar realmente es un verdadero autor de todo lo que es el legado, las costumbres, los buenos hábitos de Qatar. y siempre ha tenido un verdadero imperio para sensibilizar, concienciar sobre la importancia de todas las culturas y las civilizaciones y eso pues mediante la celebración de festivales, la organización de talleres, exposiciones y otras muchas actividades a nivel tanto local como nacional, como regional e internacional. Realmente, este nombre de Qatar es la primera denominación y la más antigua denominación que se usó para mencionar o para referirse a lo que es la península de Qatar. Esto, tal como es testigo de ello, varios mapas de geografía y de historia que se remontan al año 150 de nuestra era. Además, se ha mencionado el mismo nombre en muchos documentos y mapas geográficas e históricas también del principio del siglo XVIII. En cuanto a esta exposición de estas imágenes que se titula Almerino, la ciudad, realmente es una muy bonita, muy interesante exposición que se va organizando la Casa Árabe en comparación con la extensión cultural de Qatar y es una exposición que comprende un total de 22 imágenes que representan a la ciudad de Doha, que es la ciudad que al mismo da el nacimiento de nuestro artista, el señor Farage Qirana. Pues esta exposición se inserta en el banco de los esfuerzos muy agradecidos por parte de la Casa Árabe para consolidar la cooperación con las instituciones culturales del mundo árabe de forma que esta exposición no es más que otro eslabón en este trabajo conjunto con esta gran institución que ha empezado desde junio pasado, precisamente en Doha, con la exposición de las fotografías de Córdoba a Córdoba. Así que, finalmente, solo me gustaría decirles que esta exposición va a seguir desde el 26 de noviembre, desde mañana, hasta el 26 de enero próximo en la sala de exposiciones de esta casa y será totalmente abierta para todo el público del lunes a domingo. Así que es todo lo que quería decirles. que otra vez se me permite muchísimas gracias por su presencia y realmente creo que es una buena oportunidad para disfrutar de estas obras tan bellas de esta exposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!